الله فكرة جميلة هل ستضعين طعاماً في صندوقي؟ إنه صغير لن يكفي لطعام آخر لن يكفي لطعام آخر سأصنع صندوقاً خاصاً بي إسمعي هيا نصنع صندوقاً كبيراً يتسع لكل الطعام الفائد يتسع لكل الطعام الفائد يتسع لكل الطعام الفائد رائع هكذا تكون الفائدة أكبر هكذا تكون الفائدة أكبر أتوبيس المدرسة واصل أتوبيس المدرسة واصل أتوبيس المدرسة واصل يا عمر ماذا تصنع أنت وزملائك؟ يا عمر ماذا تصنع أنت وزملائك؟ نضع ما تبقى من شطائر المدرسة في صندوق الطعام نضع ما تبقى من شطائر المدرسة في صندوق الطعام ما تبقى من شطائر؟ ما تبقى من شطائر؟ إذن سأعطيك شطيرة واحدة بدلا من سنتين إذن سأعطيك شطيرة واحدة بدلا من سنتين إذن سأعطيك شطيرة واحدة بدلا من سنتين لا يا أمي بل أعطيني الثلاثة حتى نملأ الصندوق للفقراء نجحت الفكرة نجحت الفكرة وكل الإمارات وضعت أمامها صندوق طعام مثل صندوقنا وما حدث في شارعنا يحدث الآن في شوارع أخرى وسيحدث أيضا في أحياء ومدن أخرى وسيحدث أيضا في أحياء ومدن أخرى الكل الآن يتنافس في أشكال وأحجام الصنادير الكل الآن يتنافس في أشكال وأحجام الصنادير وحجم وأنواع الأطعمة التي توضع فيها للفقراء وحجم وأنواع الأطعمة التي توضع فيها للفقراء ولكن الناس نسيت أنني صاحب الفكرة الأصلي ولكن الناس نسيت أنني صاحب الفكرة الأصلي ولكن الناس نسيت أنني صاحب الفكرة الأصلي الله لا ينسى ستكون في ميزان حسناتك الله لا ينسى ستكون في ميزان حسناتك وستأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين وستأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين وستأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين وهل بذلك أكون قد صنعت شيئاً لوطني؟ بالطبع بالطبع صنعت شيئاً لوطنك الأصغر صنعت شيئاً لوطنك الأصغر ووطني الأكبر دينك والأمة الإسلامية كلها ماذا تقصد؟ يتعاونون جميعاً على البر والتقوى وينصر بعضهم بعضاً ضد أي ظلم يقع عليهم قل لي إذن ماذا فعلت في مكة بعد أن تقربت من الشيخ محمد الأزرقي؟ ومصيبتاً ومصيبتاً سرقت نقودي سرقت نقودي سرقت نقودي سرقان اللس في زحمة السوق سرقان اللس في زحمة السوق سرقان اللس في زحمة السوق أيها الناس أيها الناس أيها الناس سرقت نقودي سرقت نقودي سرقت نقودي احترس أيها الأعمى احترس أيها الأعمى احترس أيها الأعمى اه عفواً اه عفواً لم أرك لم أرك يأنك تسير للأمام وتنظر إلى الخلف وتؤذي الناس من حولك أنت أيضا كان يجب أن تحترس أنت أيضاً كان يجب أن تحترس أنت أيضاً كان يجب أن تحترس تقصد أنني أنا المخطئ على أي حال لقد اعتذرت إليك أعطني يا عم قليلاً من الخبز والجبن أعطني يا عم قليلاً من الخبز والجبن أبد الرحمان أبد الرحمان أبد الرحمان ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أين ذهبت نقودي؟ أين ذهبت نقودي؟ أين ذهبت نقودي؟ ابحث عنها جيداً ابحث عنها جيداً كانت هنا وضعتها في جيبي قبل أن أنزل من البيت هل سرقت؟ السيدة المسكينة نبهتني قالت إن اللصة سرق نقودها قالت إن اللصة سرق نقودها قالت إن اللصة سرق نقودها واللصوص منتشرون في السوق واللصوص منتشرون في السوق واللصوص منتشرون في السوق